شهد المتحف المصري الكبير صباح اليوم السبت فعالية تسجيل رقم قياسي جديد بموسوع الجنس الرقمية لرسم لوحة بأكبر عدد من أقواب القهوة حيث تم رسم صورة قناع الملك توت عن خأمون باستخدام عدد 7,260 كوب قهوة كرمز للمحبة والترحيب جاءت هذه الفعالية في إطار الجهود التي تبزلها وزارة السياحة والأثار للترويج للمتحف المصري الكبير والتعريف به قبيل افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020 وقالت السيدة غادة شلبي أنه لشرف كبير لها الحضور بالنيابة عن وزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني فأول فعالية للاحتفال بيوم خاص لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوع الجنس الرقمية النهاردة حدث فريد مجموعة من الشباب قاموا بعمل ماسك توت عن خأمون وحصولهم على جنس ريكورد ووصف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى الأثار هذا الحدث بالعالمي حيث يتم استطافته بالمتحف المصري الكبير أضخم وأعرق مبنى حضاري ثقافي في العالم ومن جانبه أعرب السيد طلال عمر المدير الإقليمي لموسوع الجنس الرقمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن ساعدته لحضور هذه الفعالية الأكبر لوحة لأكواب القهوة في المتحف المصري الذي يجمع بين عبق التاريخ وفن العمارة الحديثة المتمثلة في مبنى المتحف المصري الكبير وعلى أنغام الهارب قام مجموعة من شباب المصريين خلال الفعالية بتنفيذ تصميم كناع الملك توت عن خأمون على مساحة 60 متر مربع كما قدم مجموعة من الأطفال من ذوية الهمم عرض لبعض الأغاني الوطنية في حب مصر تماشيا مع الأهداف التربوية والاجتماعية للمتحف المصري الكبير وانتهت الفعالية بقيام مؤسسة جينس لرقام القياسية بتسجيل هذا العمل الفني بالموسوعة لعام 2019 باسم مصر كلوحة فنية يتم تنفيذها بأكبر عدد من أقواب القهوة